طبعا أكيد لم تكن هناك حاجة الاتفاقيات التي وقعت ما بين الأطراف الثلاثة وحتى الاتفاقيات التي وقعت مع الدول الستة المشاطئة لنهر النيل الأزرق لم تكن تريد أن توقع ما بين هذه الدول في مشاكل كانت هناك اتفاقيات لتبادل المنفعة المشتركة الاستفادة من هذا الخير الذي يمر على كل البلدان من بلدان المصب إلى بلدان المنبع وما إلى ذلك ولكن ربما التخوفات الكبيرة التي كانت عند الخرطوم وعند القاهرة هي التي جعلت من هذا المشروع من مشروع فني إلى مشروع سياسي وأثيوبيا لعبد كذلك في هذا المحور يعني هذه الخطوات المتسارعة من قبل أديسة بابا هل تمثل تهديدا وجوديا على حياة الملايين في مصر والسودان؟ لا أتوقع ذلك يعني تفكير في أنه تهديدا وجوديا ربما مبالغ فيه على المدى البعيد؟ حتى إذا كان على المدى البعيد نحن نتحدث عن سد من أجل توليد الكهرباء يأتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة